هذا وقد تظاهر المئات من الإسرائيليين للمطالبة بالعمل على الإفراج الفوري عن المحتجزين في غزة وأوجه المتظاهرون انتقادات لحكومة رئيس الوزراء بن يمين نتنياهو لعدم اطلاعها بما يكفي لإطلاق صراح المحتجزين مع السمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة تتصاعد حدة التوتر الداخلي في إسرائيل بسبب عدم تحقيق جيش الاحتلال لأي من أهدافه المعلنة قبل التوغل البري في غزة توطر داخلي انتفاقم مع أعلان متحدث باسم جيش الاحتلال دانيال هاغاري مقتل ثلاثة محتجزين إسرائيليين بنيران الجيش عن طريق الخطأ في غزة وهو ما أصفر عن خروج مئات الإسرائيليين إلى الشوارع في تل أبيب احتجاجا على الحادث مطالبين الحكومة بالعمل على الإفراج الفوري عن المحتجزين في غزة ووجه المتظاهرون انتقادات لحكومة رئيس الوزراء بن يمين نتنياهو لعدم اطلاعها بما يكفي لإطلاق صراح المحتجزين لدى حركة حماس في قطاع غزة الانتقادات بحق نتنياهو في إسرائيل لم تأتي من فراغ وإنما هي نابعة عن قناعة بعدم إثبات رئيس الحكومة الكفاءة المطلوبة للبقاء في منصبه الذي يحاول التشبث به حتى آخر مقله من خلال محاولة الحفاظ على القرب من خصومه السياسيين ويأمل نتنياهو في شيء ما يغير من مجرى الأحداث لصالحه خصوصا داخل حزبه للحاكم الليكود بينما يخشى المراقبون من الليكوديين من أنهم قد يرهنون مستقبل الحزب بسبب الوقوف إلى جانب نتنياهو بحسب استطلاعات الرأي الأخيرة ومؤشراتها وما يزيد من خطورة الموقف بالنسبة لنتنياهو استطلاع للرأي أجرته صحيفة معاريف أظهر ارتفاع شعبية بين جانتسي بشكل كبير منذ السابع من أكتوبر الماضي لتصل إلى نسبة 41% من المستطلعين